موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية مكملين معكم مشاهدين على الهواء مباشرة وموضوع غاية في التشويق وهو عن المنسوجات والناسجيات الحقيقة بيعتبر هذا الموضوع من أقدم التراثات والتراث الموجود عندنا في مصر علشان كده فكرنا في إحياء أو تم تفكير في إحياء هذا الفن تم تفكير في عمل معرض هو الأول من نوع إحياء التراث الخاص بفنون النسجيات هذا المعرض ضم العديد والعديد من أعمال الرواد رواد زي الفنان محمود حسين زي الفنان بيكار لإلقاء الدوء حول هذا المعرض الهام هيكون ضيفتي النهاردة المشرفاني في الستوديو أستاذ دكتور سهير عثمان الكنسيور العام لصالون النسجيات الأول وأستاذ بكلية الفنون التطبيقية صباح الخير ونهارك دايما سعيدة دكتور صباح النور ونهارك سعيدة بسرعة نتكلم عن تفاصيل المعرض وحابين يعرف التفكير في المعرض والفكرة نفسها جات منين وخلت وقت قد إيه عشان تظهر التفاصيل تحت المعرض الجميل ده تمام أولا فكرة الأساسية جات لهذا الصالون من تهميش هذا النوع من أنواع الفنون على الساحة المصرية فجات الفكرة فعلا في دماغي وتقدمت بها لدكتور صراح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية وقلت له أن كل المعارض والصالونات اللي بتقام هنا في مصر فعلا بتقوم على الفنون المعروفة اللي هي الفنون الكبرى إذا كانت النحتة أو التصوير أو الجرافيك والميديا طبعا لكن فن النسيج بيبقى شوية الحقيقة مهمش بأمانة أسوأة حتى بالخارج يعني بالخارج فيه بناليات بتقام في باريس وأسبانيا وإيطاليا لفنون النسيج وأنا مش بقول إن النسيج ده يعني مهم بشكل شخصي ده التاريخ اللي بيقول كده التاريخ بيقول إن البصمة بصمة فنون النسيج موجودة منذ العصر البداي والمصر القديم موجود في القبط موجود الإسلامي الحديث المعاصر في كل هذه الحقوبات التاريخية فعن النسيج موجود طب ليه إحنا ما نحاولش نعمل صالون أو دورة تأسيسية لي بحيث نقول للناس يعني هذه هي الفنون الموجودة يعني للنسيجيات بشكل عام أو عالم النسيجيات بشكل عام ونبتدي نخطط لده الحقيقة رئيس القطاع وافق وكان شوية ما تخوف إن العاملين يعني بفن النسيج أو بهذا النوع من أنواع الفنون إن يكونوا ما هماش قطاع لإن قصر الفنون كمان كبير قوي أنا الحقيقة تحديت الحتة دي وقلت له إن شاء الله هتشوف هذا الصالون هيقام إزاي بأمانة جديدة بدأت أقسم الصالون لشرايح شريحة المؤسسات المعنية جميل طبعاً ما أصدش المؤسسات أو المصانع الشركات اللي لها علاقة مثلاً بالملابس وبالأزياء وبالكلام ده لا 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 فلسفة المعرض إنه قايم على إن الفن الجميل الجميل وليس التوظيفي أو التطبيقي فجبت فعلاً عدد من المؤسسات والهيئات المعنية وبعدين بدأت أشوف كمان شرايح مختلفة من الأجيال جيل الرواد اتصلت بيهم جيل الوسط وجيل الشباب حتى جيل الشباب خليت ما يبقاش فيه اشتراك بشكل وباشي لأنه برضو متخوفة شوية من شغلهم فخليتها بشكل تصابق خليتها كمسامة بس ومن النقطة دي بدأت أفكر في إقامة هذا المعرض طب خلينا أتكلم على ذكر بقى المؤسسات كم مؤسسة شاركة ما حضرتك وتقريباً عدد الأعمال اللي موجودة داخل هذا المعرض هو عدد المؤسسات 8 مؤسسات هو طبعاً من حيث المبدأ بصراحة يعني فيه تم استبعاد بعض من الأعمال لأن إحنا لنا في الصالح يعني التي لا ترقى فتم استبعادها بالفعل عدد الأعمال بشكل عام وصل لحوالي 578 يعني حالياً وصلين لحوالي 490 حالك شايفة أن العدد ده عدد مناسب لمعرض يعتبر الأول من نوعه في مصر مناسب دي صورة نسجية موجودة أنا عايز أقول كده يعني أنا نفسي كنت أنا نفسي كنت أنا مش عايز أقول حيثك أنا فعلاً فعلاً فيه ناس كان صعب أنها تجيب شغلها أنا كنت ماشية بعربية نص نائل مع السواء وكنت بعدي على البيوت والأتليهات والاستوديوهات علشان ما ينفعش واحد عنده 80 سنة أو 85 سنة أو 89 سنة ييجي لحد القصري يجيب شغله بصراحة فأخذ مني جهد الزهني وبدني الحقيقة لكن الحمد للرب العالمين فعلاً ردود الفعل والفيدباك للسالون كويس جداً 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 هنيجي ردود الأفعال أكيد ولكن الحقيقة عايز أعرف فيه جيل من الرواد أكيد شارك في المعرض وهناك العديد من الأسماء طرحت في هذا المعرض وفي نفس الوقت عايز أعرف كام فنان من الفنانين الشباب وجيل الوسط شارك في هذا المعرض خلينا الأول نمسك جيل الرواد هناك جيل رواد راحل فيه راحلين طبعاً ورحلات وفيه على قيد الحياة طبعاً من راحلين ورحلات يعني عدد كبير جداً جداً تم تنفيذ أعمالهم واتجاهاتهم ومدرسهم من قبل بعض المؤسسات وهي من المؤسسات الأساسية الحقيقة في المعرض واللي تبع الإقطاع الفنان التشكيلية اللي هي مؤسسة دار النسجيات المرسامة عرضين منها على فكرة نحن معنا صور للمعرض موجودة قدامنا على الشاشة لو حريك حب أتعلاق عليها لا دي أنا أعتقد دي مش جيل الرواد ده جيل وسط ده مفروض أنا افتتاح معرض من معرض بتاعتي الحقيقة تمام إذا كان عندكم طبعاً شغل لناس تانية يبقى أوكي أنا أقدر ده برضو معرض من معرض عندي أنا من معرض الشخصية ده دكتور عمادة بوغازي ده فيه تكريم كمان هو؟ تكريم أنا بالفعل الحمد لله حصل على عديد من الجوائز في الجرافيك والفنون النسيجي يميل فضل على أن أنا أصلاً قسمة لا دي دي لوحة للدكتورة عسمة عبد المجيد دي دي من جيل الوسط أيضاً هي شغلها كله في الحروف العربية وبعدين بتبتدي تشكل بها بتشكيل حديث ومعاصر دي ألوان زيتية؟ لا 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 ده نسيج نسيج شغل النسيج على ده تباعة مباشرة على النسيج دي سلك سكرين أو تباعة بشتبولات الحرارية المسطحة على خامة القطن بالتشكيل الجميل بس ألوانها زهية جداً ألوانها فيها زهاء طبعاً وفي الوقت نفسه يعني فيها مصرية وفيها هوية على فكرة هدف المعرض هدف المعرض طبعاً الحفاظ على فنون الحضرات القديمة الحفاظ عليها واستمراريتها بشكل حديث ومعاصر بأحدث التقنيات المجودة يعني في هذا الصالون يوجد بالفعل التباعات التقليدية إذا كانتها على النسيج يعني بنسبة فرع التباع التقليدية المعتادة وفيه فروع طبعاً إلى أن احنا وصلين للديجيتال برينتنج اللي هي أحدث أنواع التباعات على النسيج دي لوحة من لوحات أستاذ أحمد فقاد سليم فنان راحل كل شغله طبعاً في البينتنج أو التصوير الزيتي لكن بعض من أعماله نفذها كليم أو على الجبلان دي لوحة من لوحاته يعني وهو طبعاً بيستخدم هنا أعلاقة الأشكال العضوية بالهندسية وفيها برضو حتة المسلس أو حتة الهرم بما يوحي بالهوية المصرية بالضبط أنا ملاحظ أن أحريكي بتركيزة جداً على موضوع الحضارة والهوية المصرية أنها تكون ظهرة داخل كل لوحة نسيجية موجودة داخل المعرض بالضبط كم لأني أنا عشان أكون بقى صريحة معك اللي مديني جداً بجد للمنتج المصري بتاعني هنا يعني فيه حاجة غريبة جداً عندين عقدة أجنبي من الآخر كده بجد تقدر تخرج المنتج الأندونيسي بسهولة الياباني بسهولة الصيني لكن بجد المنتج المصري أنا بكلم عن نسجيات مالوش هوية مالوش هوية واضحة بالضبط إحنا بلد الحضارة الحضارات اللي كل العالم بتيجي تستفيد منها بزط فنبقى أولى المصريين بزط يا سيد ونبتدي بلاش تقليد الاتجاهات نستفيد نستفيد من أحدث الاتجاهات العالمية في أي تخصص نستفيد ولكن ليس بالتقليد يعني دي برضو تقنية من التقنيات للدكتورة عيشة نصر من جيل الوسط دي طباعة بالشاشة الحرارية المسطحة وهي أعتقد يعني لو الواحد يتدقق فيها هيلقي زي بورتريك أو وجه ماسك زي ناي يعني طبعا هي مش بتحكي دايما حكاياتها بشكل مباشر أو واضح بشكل فيه غموط شوية لكن في الآخر إحساسك دي فنانة مصرية تحمل الهوية بشكل حديث ومعاصر واستخدام التكنولوجيا هنا كان موجود واضح ولا استخدام يدو طبعا لا 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 فيه اتجاهات عديدة جدا وتقنيات هي بأمانة هو قديم من إجابيات المعرض إنه ما هواش مش نمطي فيه تقنيات تقليدية قديمة ولازم تحترم طبعا وفيه تقنيات حديثة أحدث أنواع التقنيات هي التباعة بالشاشة سوري بالتباعة الرقمية ديجتال برينتك بالإنك جيت دي موجودة وموجود طبعا الباتيك معرفش برضو ممكن عرف يمكن لفظ الباتيك دائما أندونوسية الأصل بتعني الصباغة على الأماش بطريقة المناعة بطريقة؟ المناعة إيه المناعة؟ المناعة أننا نمنع دخول السبغة من على الخامة من على الأماش ببعض مواد شمعية مختلفة عشان ما أطرقش برضو ومنزهقش الناس تفاصيل وبنكسر المواد الشمعية دي على الأماش وبين بنزلها في السبغة فالسبغة بتتغلغل في التشققات دي وده اللي التشققات دي أو تيكشرز ده ده اللي بيتميز فيه فعلا طريقة وده بينطبق على الصورة اللي قدامنا دلوقتي تماما بينطبق على ده تماما أنا شافي حرص يا دكتورة قوي على المسج في الألوان وفيه نوع من زي ما يقولوا كده التنص تناسق بين الألوان وبعضها يعني شوف حضرتك ده صحيح شوف ده مثلا ده ساز عز الدين نجيب حلوة حلوة جدا طبعا ده من ماسك رئيس مجلس إدارة جمعية أصالة دي من من بعض المؤسسات والهيئات الجميلة الحقيقة الموجودة والعارضة شغلها شوف حياتك من البيئة المصري من البيئة المصري وفيه تنوع في الألوان آه طبعا فيه زي هارمني كده أو انسجام وتوافق في اللون الحقيقة في بعض أحيانا الواحد بيشوف لوحات مثلا الموقع بالإنجلش سبحانه ليه هاي بيئة مصرية بالزبت بالزبت ما تتوقع بالعرب ما شفناش لوحة لوحة الفنان أجنابي موقع بغير لغته يعني الحقيقة ده المفروض أو ده المنطيقي ده المنطيقي بالزبت لا إحنا هنا بنختلف بقى شوية مصريين لكن الحمد لله المعرض ده بجد مش عشان أننا منظمها لكن هو بيحمل جازن الهوائي بحريبة الكلمة على الهوائية المصرية وما زلنا لغد الوقتي كل الصور بتحمل هذا الطابع بالزبت كده طيب ده الفنان الراحل من جيل الرواد طبعا من 1800 محمود سعيد بجد ده شغله طبعا كله من الفتاه المصرية من البيئة المصرية وأغلب شغله طبعا بتقنية التصوير الزيتي ولكن بعد أعماله بالفعل اتنفذت جبلان واللي من نفذينه الحقيقة دار الناسجيات المرسمة اللي هي تبع لوزار ثقافة قطاع الفنون الحقيقة أنا ملاحظ دايما أنت بتكلم معايا دكتورة ده من جيل الوسط ده من جيل الرواد خلينا نكلم على محاولة المسج ما بين جيل الرواد وجيل الوسط وجيل الشباب الحقيقة ده تم إزاي يعني دكتورة سميرة شريف عميد كوليت تربية نوعية جامعة القاهرة المسجدة والاختلاط ده علشان ده يتعلم من ده وده ينقل ثقافته وخبرته للجيل الوراء إزاي قدرتوا تعمله ده بالزبط هي فعلا الهدف من ده مش إن إحنا يعني بنشوف شرايح مختلفة وعرضة حتة التواصل دي مهمة جدا جدا التواصل لما يكون حضرتك زي ما قلت دي ممكن في بداية كلامي إن البصمة في فن النسيج موجودة من الفن البداي وبعدين بالتواصل الفن البداي وبعدين الفن مصري القديم وبعدين القبطي وبعدين الإسلامي وبعدين الحديث وبعدين المعاصر شوف حياتك قد كده التواصل نوع واحد من أنواع الفنون بتواصل أجياله بتواصل أجياله فأنا أصدت في الصالون ده الحقيقة أن أعمل حتة التواصل دي والربط ده علشان الشباب دول يشوفوا اللي من 1800 عاملين إيه دي مثلا لوحة من لوحات بيكار ده رائد من رواد راحل طبعا والطبع المصري واضح فيها 100% 100% فالحمد لله أتمنى أن يكون هدفه لأن هدفه الرئيسي برضو يعني إحنا بنحاول ننشر ده علشان كده كنت عايز أسأل حضرتك هل استغلته المعرض كلمة ننشر هل استغلته المعرض في إقامة بعض الندوات أو بعض الورش للتعريف في فن زي اللي إحنا شايفين قدامنا هو طبعا نشر المعرفة أو يعني الجوانب الجمالية والمعرفية في هذا النوع من أنواع الفنون ده شيء مهم بالحقيقة والدعوة كمان إزاي يعني بنحاول نعمل على يعني دعوة على المساهمة في إقامة هذا المعرض من قبل هذه الأجيال يعني قد كده بجد بجد جيلي الشباب ده أنا شجعته فعلا في جميع الكليات هو أولا المعرض دعا على مستوى جمهورية مصر العربية بزلط ورؤية جديدة على الساحة فعلا بجد رؤية جديدة على الساحة يعني مش عايز أقول حياتك أنت لو شفت الوزير أول مبارح هو طبعا لما فتح كان يعني ربنا كريمه بجد لأنه قاعد فترة كبيرة جدا ورادة كل الأطراف حتى رادة جيلي الشباب بجد كان سعيد بالمعرض جدا أول مبارح كان بيقول الدكتورة أناس عبد دايم أرجوك يروح يشوف المعرض الصالون ده طفرة جديدة بجد وموجودة على الساحة ما هيش مواغدين عليها مشتغل دي ولكن ده رد فعلا المسؤولين خليني أتكلم عن رد فعلا بقى الزوار العاديين والجمهور الطبيعي العادي لما بيدخل يتفرج على فن زي فن النسجية والله الميزة في حاجة زي كده أنه ليش المتخصص فقط هو اللي بيزور المتخصص أكيد وغير المتخصص فالحمد الله الردود أفعال أنا ما كنتش متخيلة لأن أنا بشوف ده عن نت الحال الناس مش عارفاني أصلا بس شكر 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 بشكله بجد وكمان يعني حابين استمراريته طبعا طبعا دكتور إيناس عايزين نشوف بقى احنا على الشاشة شغل دكتورة إيناس والتعليق على شغل دكتورة إيناس لا إكسكيزمي دكتورة إيناس عبدالدايم دي رئيس الأخرة لا ده هي مش شغل حركة دكتورة سوهير نكلم على حضرتك عايزة أقول إحنا علقنا على بعض الرواد وعلاقنا على جيل الوسط وجيل الشباب ولكن لما النهاردة نعلق على شغل دكتورة سوهير نقول إيه على حاجة زي المعروضة قدامنا دي تمام هو أنا بصراحة فلسفتي في حياتي تحديث أو العمل على وليس الحفاظ على تراثنا وحضاراتنا لا أنا بحاول أعمل بشكل حديث ومعاصر من فنون الحضرات المختلفة وخاصة الحقيقة المصر القديم والإسلامي مش عايزة أقول حياتك أنا ماجستير ودكتورة وأستاذ مساعد وأستاذ في الفن المصر القديم لكن لما خلصت يعني كل هذه الجوانب الأكاديمية يعني كنت موجودة على الساحة الحقيقة بتواجد يعني مثلا حاليا حياتك شايف دلوقتي دي من أعمال المفرشات في مكان مهم يعني لا وحجمها مش قليل يعني 25 متر بلزبط 25 متر دي أنا واخد من من العلامات أو الهندسيات يعني الإسلامي وعملها بشكل حديث ومعاصر بتركبتي أنا يعني هو الفناني المسلم ما عملش ده بلزبط لكن أنا استلهمت منه ده برضو علاقة العناصر النباتية الإسلامية كأشكال عضوية مع أشكال هندسية بحيث تخرج بشكل يعني مدرن شوية لكن يحمل السماء الطابع طبعا طبعا الوقت بيديهننا ولكن دكتورة الحقيقة إزاي نقدر ندي روشتة أو نقول كيف يتم أنهوض بفن أنسجيات في مصر نمر واحد واثنين وتلاتة الإبتعاد عن أو التقليد حضراتك تنهدتي لي أنا حاسن الموضوع ومش سهل لا مش سهل أنا أقول حديثك حاجة إذا كنت أتكلم على مستوى المنتج النسجي في مصر فبجد أنا بقول وبوجه دعوة هو للشركات والمصانع أن هما يتوضعوا ويتنازلوا ويجوا يشوفوا الجهات الأكاديمية مش هنقول شغل الأسدزة هنقول شغل الطلبة بتوجيه الأسدزة بجد على الأقل أولا ما يكونش حبيس الأدرج يخرج للنور ويكون فيه احتكاك مباشر بين الجهات الأكاديمية كليات كجهات أكاديمية والصناعة في المصانع والشركات بدلا ما يروح تركيا والصين ويتاخذ تصميمات والله تصميمات بسيطة إحنا بنشوفها من السمكة والوردة وكلام ده طب ليه؟ يا ربي يكون لنا هوية ده حاجة كويسة وعندنا أعمال يا دكتور أسوهير عندنا أعمال يعني فعلا سبحان الله نتاجي دايما لبرة ونفتاخ نور جابين من حتة الفلانية طب ما هو موجودة هو؟ موجودة هو ده إحنا حضارة 7000 سنة أنا مش بقول كده التاريخ اللي بيقول التاريخ اللي بيقول دكتور أستاذ دكتور سوهير واثمان الكوميسيور العام لصالونة سجيات الأول وأستاذة بكلية الفنون التطبيقية أنا سعيد بوجود حضرتك وسعيد بهذا الفن اللي أنا جاء الشخصية النهاردة بسمع لأول مرة تفاصيله طبعا مفروض ما أقولش كده ولكن تفاصيل فن عريق بالنسبة للفنون التراثية المصرية بتمنى أن نتقابل مرة تانية ومزيد من النجاح والمعرض الثاني لنزجيات المصرية إن شاء الله إن شاء الله أنا بس بعمل يعني ختام للقصة بتاعتنا الجميلة دي فيه ختام للدورة التأسيسية دي في يوم 31 تلاتة هيكون فيه فيلم تسجيلي بيحكي فعلا تاريخ الرواد بدءا من المنزق العصر القديم فنون حضراتنا القديمة والحديث والمعاصر وأيضا هيقام ديفيلي ديفيلي جميل جدا وفيه طبعا تكريم للشباب وفيه المكرمين التلاتة وده المهم جدا ومتأسف أن أنا نسيت أقوله تلاتة مكرمين من الفنون الجميلة الدكتور الراحل حسين الجبالي الجميل العظيم ومن الفنون التطبيقية الراحل مصطفى حسين ومن كل التربية الفنية الدكتورة نادية خفاجة هم دول التلاتة من جميع الجهات الأكاديمية اللي يتم تكريمهم في الختام ويستحقوا طيب طبعا جيل الرواد يستحق هذا التكريم بختم فقرتي مع حضرتك مشاهدينا بأن الفنون التراثية لابد من الاهتمام بيها وزي ما قالت دكتورة سوهير التواصل ما بين المؤسسات والأكاديميات علشان جيل الشباب يستفيد من الرواد ويظهر شغلنا والطابع المصري المميز في الفنون التراثية مشاهدينا مكميني معاكم فقراتنا تابعونا اشتركوا في القناة